أوي 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 ولربنا خلقتي وأنا بعيش ليها أنا عايش لها واجأة فاق أوي 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 ولربنا خلقتي وأنا بعيش ليها أنا عايش لها واجأة فاق بالفيديو زيارة عجلة من الفنان عدل إمام إللا الموسيقار حلو بكر أول تعليم من الموسيقى الحلمي بكر بعد رؤية عاد الإيمان في منزله من أجل زيارته السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعترف روكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة بالفيديو زيارة عجلة من الفنان عاد الإمام إلى الموسيقى حلمي بكر كشف حلمي بكر عن رؤية في تقنية الزكاة الاصطناعي في الغناء مؤكدا أن الله عز وجل كرام الإنسان بالعقل عن باقي المخلوقات وقال كلنا لنا حجمه عائلي ونطفق إذا ربنا أراد لنا النجاح كما أكد حلمي بكر خلال اللقاء أن الحفلات التي تقوم في المملكة العربية السعودية شيء رائع جدا قائلا ما تقوم بيه السعودية شيء رائع السعودية تذكر العالم العربي بفن مصر وأشكر الصعب السعودي وأشكر الشعب السعودي ومن يكون بنشر الوعي الجميل وأكد حلمي بكر أنه يتمنى أن تتحسن حالاته الصحية ويعود لحياته الطبعية ويبدأ حياته العملية من جديد حيث أنه يعمل على تنفيذ أكثر من عمل جديد شاهد زوجة الفنان والموسيقار حلمي بكر تمكي بعد مرضه بسبب ازدياد مرض السكر عليه كشفت زوجة الموسيقار حلمي بكر آخر تطورات الحالة الصحية لزوجها حلمي بكر بعد تدعورها خلال الأيام الماضية مؤكرا أنه ما زال يرفض العلاق في مستشفى نقابة المعنى الموسيقية وقالت سمح القراش في تصريح خاص لفيتو ما زال يرفض العلاق في مستشفى نقابة المعنى الموسيقية ترجمة نانسي قنقر